بالنعيم السلام عليكم وفي المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائقي أردت مرضى الرحكمان قلبا وقالبا وما أراد إلا حقير المزالقي سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالقي أخي في الهند أو في الصين أو في المغربي أنا منك أنت مني لا تسل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام أمي وأبي مرحبا بكم أحبابي الكرام في هذا اللقاء الكريم وفي هذا البرنامج الحبيب نظرة النعيم واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان وطن الغالي وهي حلقة أسأل الله تعالى أن يمدنا فيها بعلم من علمه ومدد من مدده وتوفيق وتزديد اللهم استجب وتقبل ياذا الجلال والإكرام واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة حلقة فيها من القرآن الكريم وفيها من الصوت الندي أرحب مع حضراتكم بشيخنا فضلت الشيخ محمد عيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم سلامت الله وبركاته فضلت الشيخ محمد مرحبا بك فضلت الشيخ محمد عليكم الله وبركاته أنا سعيد بوجودك معي في الحلقة أنا أسعد والله وأسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يسددك وإياك يا رب العالمين وأنا في الحقيقة معجب جدا بصوتك الجميل في تلاوة القرآن وأنا أشتغل وسماعك والله أسأل الله عز وجل أن يسددنا وأن يوفقنا إنه جواد الكريم وبالإجابة الجذير وهو نعم المولى ونعم النصير أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار معلوم في عالم يموج بالفتن معلوم أن الإنسان يحتاج فيه إلى وطن يحتاج إلى وطن تنمو فيه أفكاره وتنمو فيه مواهبه فالنابغون في العالم خرجوا من بلاد وأوطان ولابد أن نحظى بالأمن والأمان في بلادنا حتى نخرج النابهين النابغين للعالم بأسره أحبابي الكرام يحتاج الناس إلى القرار والاستقرار ويحتاج الناس إلى الأمن والأمان إننا نقرأ في القرآن الكريم عن البلاد الآمنة عن الحرم الآمن نقرأ قول الله تعالى لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عندما يطعم الإنسان من جوع ويأمن من خوف هذه هي السعادة وهذه هي الجنة المعجلة في الدنيا قبل الآخرة ولكن آه آه لو أن الإنسان جاع ومع الجوع ابتلاه الله تبارك وتعالى بالخوف اقرأوا معي في القرآن الكريم عن قرآن الله تعالى سلبها نعمة الأمن وابتلاهم بالجوع لماذا يا مسلمون لأنهم تجرأوا على معاصي الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وقال الله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون نعم فالمعاصي والبعد عن كتاب الله وهدي حبيبه صلى الله عليه وسلم والتوغل في مصاخة العلي الأعلى تؤذن بالسلب بعد العطاء أيها المسلمون عباد الله ولكنني في هذه العجالة أقول لا قيمة للمرء أبدا من غير وطن أقول أكرر لا قيمة للمرء من غير وطن بل إن الطيور يا أحباب الكرام تحن لأوكارها والبهائم تعنى بزرابيها حري بالإنسان الذي ميزه الله تعالى وقال ولقد كرمنا بني آدم أن يعنى بوطنه وحري بالمسلمين أن يتعاونوا ويتعاضضوا تحت قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بل حري بأهل الأوطان أن يتعاضضوا ويتعاونوا لتحقيق الأمن ونبذ العنف أيها المسلمون عباد الله إننا لو تأملنا في شريعة الإسلام لو وجدنا شريعة الله تبارك وتعالى قررت هذا المعنى فبينت أن الوطن بالاستقرار فيه يعني الحياة والخروج من الوطن يعني القتل ويعني الموت بل هو أشد من القتل وهو أشد من الموت قرأوا معي قول الله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن ما كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أخرجه المشركون من مكة نظر النبي المصطفى إلى مكة بأسى وحزن وحسرة وقال كلمته المشهورة والله إنك لأحب بقاع الأرض إلى الله وإنك أحب بقاع الأرض إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت صلوات ربي وتسلماته عليه فحب الوطن من الشرع يا مسلمون بل هو من الدين والسعي على أمنه وأمانه من دين الله الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه ولكن تعالوا معي في هذه العجالة لنبين عوامل عمران المجتمع بادئ زيبد أحباب الكرام لابد أن نحقق تقوى الله جل وعلا والإيمان به ونحقق توحيده اقرأوا معي إن شئتم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون نعم أحباب الكرام الفضلاء بل إن الله تبارك وتعالى هو الذي قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ولن يقوم من المجتمع بهذا الطهر إلا إذا قام العلماء والدعاء إلى الله بواجئهم فبلغوا دعوة الله وحركوا المنابر بنصح الأمة نعم إن واجب العلماء في كل وقت وفي زمان إن واجب العلماء كبير إن الله تعالى قال للنبي المصطفى إن سنلقي عليك قولا ثقيلة نعم لابد أن يدعو الدعاة إلى الله جل وعلا من فوق المنابر يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يوجه الناس لنبز العنف يوجه الناس إلى الألفة والمحبة يوجه الناس إلى أن يكونوا صفا واحدا معتصمين بالله ومعتصمين بحبل الله عز وجل حتى ينتشر الصلاح فإن الكلمة أيها المسلمون إذا قرت في نفوس الناس صنعت بأصحابها الأعجيب نعم الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاء وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الله الله لو تحرك المصلحون بالكلمة ففتحوا بها قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُّنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ أَرَاءَ ظُمُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ أحياء بالكرام إن الذي يسعى لتخريب الأوطان ويسعى لتمزيق الصف إنسان جاهل بليد أبله هذا يحتاج إلى من يدعوه ويحتاج إلى من يعظه ومن يدعوه إذا تخلى العلماء عن واجبهم ومن يدعوه إذا تخلى الدعاة إلى الله عن دورهم لابد أن نلقاهم من فوق المنابر ومن فوق كراسي الوعظ ونلقاهم في أماكن تجمعاتهم ندعوهم إلى الله تبارك أسماؤه على بصيرة نني تأملت عبدالله بن مسعود وهو عالم من علماء أصحاب رسول الله لما مر على شاب مطرب يغني وجمع آلاف الشباب حوله ماذا صنع؟ هل تهور؟ هل سبّ؟ هل شتب؟ لا والله وقف يتغزل في جمال صوت المطرب وقال الله ما أجمل صوتك ولكن أتمنى أن أسمع آية من كتاب الله بهذا الصوت الجميل الندي فقال نعم أسمعك من كتاب الله وضع العود وفتش في رأسه على آية واحدة من كتاب الله فلم يجد حرفا واحدا من كتاب الله فنظر إلى العود وقال أنت الذي جعلتني جاهلا ثم نحاه جانبا وقال أنا تلميز بين يديك يا عبدالله بن مسعود أتعلم منك ميراس النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا تعلم القرآن ودرس السنة حتى أصبح عالما يشار إليه بالبنان نعم بسبب كلمة قرجت من قلب طاهر على لسان صادق نعم أحباب الكرام والله إن شبابنا فيهم خير ولكن يحتاجون الكلمة يحتاجون من يأخذ بنواصيهم وقلوبهم إلى الله والله ما أحوج الأمة إلى الداعية القدوة الذي يصلح نفسه أولا ثم فيقوم ويصلح أمته قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأنا أقول أيضا من فوق ممبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة برمتها الله تعالى أعطاها خصوصية الدعوة قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم فحق علينا أن نتناصح فإذا رأينا شابا جاهلا يريد أن يتعامل بالعنف في المجتمع ويريد أن يمزق الصف ويريد أن يدمر ويريد أن يخرب كلنا دعاة له ندعوه إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر إن الفكر السيء لا يغير إلا بالفكر المعتدل نعم الفكر لا يغير إلا بالفكر لو يغير بالعنف أبدا قال الله تعالى للنبي المصطفى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أحبابي الكرام هناك آية غراء نقرأها كثيرا وهي قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله الله لو تعاوننا من أجل مصالح وطننا الله الله لو تعاوننا من أجل ضرء المفاسد عنه الله الله لو كان المجتمع على قلب رجل واحد يسعى للإصلاح ويدفع الفساد والله ستأتينا من الله تعالى الخيرات وستأتينا من الله تعالى البركات لو أننا جميعا على قلب رجل واحد نسعى لمصالح هذا الوطن أحباب الكرام وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر لو أننا كنا على نسق من الإصلاح والصلاح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة والله ستكون هذه الأمة وسيكون هذا الوطن في عناية الله وفي عينه التي لا تغفل ولا تنام وسنكون في كلئ الله وفي حفظه وفي رعايته اقرأوا معي قول الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون نعم فإذا كانت الأمة على صلاح الله تعالى لا يهلكها بل إن الله تبارك وتعالى يعطيها من الخيرات والعز ما الله تعالى به عليم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا بماذا نأخذها يا الله قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه نعم يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت وإليك يصعد طيب الكلمات وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السيدات الله الله لو نشرنا هدية واقتفينا أثره صلوات ربي وتسلماته عليه والله ما سعد مجتمع الصحابة إلا بعد أن سار خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والله ما نال العز إلا باختفائهم لأثره ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري الله الله لو كنا على صلاح والصلاح هو تطبيق هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالشكر لله كم أزدى لنا نعما فالشكر لله كم أزدى لنا نعما فمجد الله في صبح وإغلاس وادعوه يرفع أضرارا قد احتدمت واغتنموا أجرا وفيرا ولم يوزن بميقاسي وصل رب على الهادي وعترته ومن قفى إثرهم من سائر الناس نعم لا صلاح إلا باقتفاء أثر سيد الناس ولقد قرأ علينا فضلت الشيخ محمد عيد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يا ليتنا نرد قضايا النزاع لهدي حبيبنا صلوات ربي وتسلماته عليه وأتمنى والله من الشباب أن يرجعوا للعلماء لأن العودة إلى العلماء هي قضاء على كل فتنة أحباب الكرام الفضلاء أقول أكرر يا ليتنا نرجع للعلماء الشاب الذي يدعوه غر لئيم يريد أن يخرب البلاد ويروع العباد يا ليت شبابنا يعودوا للعلماء ويسألونهم فالعالم سيدعوك إلى الله وسينصحك بكتاب الله وسينصحك بهدي حبيبه ومصطفى صلوات ربي وتسلماته عليه ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يعرفه وقدر كل امرئ ما كان يعرفه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش حيا ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء أحبابي الكرام فاصل وسنواصل إن شاء الله تعالى أحبابي الكرام عدنا بفضل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه قلنا أحبابي الأخيار الفضلاء ما أحوجنا أن نتعاون كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ما أحوجنا أن ننشر الصلاح في مجتمعاتنا ولا صلاح إلا بهدي سيد الناس تبارك صلوات ربي وتسلماته عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه فاتشوا عن مواطن السعادة في حياتكم ستجدون سببها أنكم اتبعتم رسول الله في موطن أو في مقام فأتاكم السعد من حيث اتبعتم سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وفاتشوا عن موطن الهلاك وموطن الدمار في مجتمعاتكم فستجدون سببها أنكم خالفتم رسول الله صلوات ربي وتسلماته عليه فيا ليتنا نعود إلى علمائنا يعظوننا ويوجهوننا وينيرون لنا الطريق بكتاب ربنا وهدي حبيبنا صلوات ربي وتسلماته عليه صلى الله عليه وسلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولكن من ركائز الإخلاص في المجتمع أحباب الكرام أن تجرد لله تبارك أسماءه ومعلوم أن الإخلاص يسر العمل والله لو أننا أخلصنا ديننا لله لكنا في كل انفعالاتنا نتعامل فيها بأريحية ويسر فالإخلاص يا أحباب الكرام يسر العمل كل منا في موطنه يتق الله تبارك وتعالى في عمله كل منا في موطنه يخلص دينه لله عز وجل كل منا في موطنه يتجرد في القصد والنية والعزم لرب البرية تباركت أسماءه وجل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فلابد من التجرد لله جل وعلا الله 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 لو أخلصنا كما أخلص أصحاب رسول الله لكانت مجتمعاتنا هي أطهر المجتمعات بفضل الله وحوله وطوله ولكن أحباب الكرام مع الإخلاص والتجرد لابد أن نستشعر المسئولية يستشعر كل منا أنه مسئول أمام العلي الأعلى تباركت أسماءه وجل في علاه الله تعالى يقول عنا وقفوهم إنهم مسئولون وقفوهم إنهم مسئولون ويقول النبي المصطفى إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه حفظ أم ضيع وقرأوا معي إن شئتم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن عمر بن الخطاب لما أتاه أصحابه بإيوان كسرة نظر إلى إيوان كسرة وقال إن قوما أدوا هذا لأميرهم لأمناء ولماذا لا يكون أمناء وراعيهم من الأمانة حدثوا ولا حرج عمر بن الخطاب لما ربط على بطنه حجر وآتاه خادمه بقطعة كبد مشوية فلما نظر إليها عمر قرقرت بطنه فنخسها وقال لها قرقري أو لا تقرقري والله لا تشبعين حتى يشبع آخر طفل حتى يشبع آخر طفل من يتام المسلمين والله لا تشبعين حتى يشبع آخر طفل من يتام المسلمين الله 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 بل لو تأملنا خليفة ملأ الأرض عدلا عندما قسم تفاحا على المسلمين وأتى ولده ليأخذ تفاحا وعضها فجرى خلفه حتى أو جعله فكيه ونزعها من فيه فخرج الطفل يبكي ووصل لأمه فرقت له وأتت بتفاح من صلب مالها ليأكله طفلها ولكن لما عاد عمر بن عبد العزيز إلى داره وشم رائحة تفاح قال تفاح في بيت عمر والله ما أتيتكم بتفاحة واحدة قالت زوجته أمت لما نزعت التفاحة من فيي ولدي أتاني يبكي فوالله ما اشتريت له التفاح إلا من صلب مالي قال لها والله يا فاطمة أنا لما نزعت التفاحة من فيه كأنما انتزعتها من قلبي ولكن خشيت أن أسأل عنها أمام الله تباركت أسماؤه فنزعتها من فيي ولدي الله 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 وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا أنا برضو حيث الشيخ محمد يقرأ لنا قول الله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا أيضاً من ركائز الإصلاح في وطننا الغالي أحباب الكرام الشورى قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وقال الله تعالى وشاورهم في الأمر وقال عبد الله بن عباس ما تشاور قوم إلا هدو لأرشد أمورهم والمشورى فيها خير حتى ولو كانت في معصية الله نعم المشورة فيها خير حتى ولو كانت في معصية الله إخوة يوسف اجتمعوا على قتله ولكن من بركات المشورة خرج رأي يقول لا تقتلوا يوسف تياليتنا في أزمات بلادنا أن نتشاور خاصة مع العلماء ومع أهل الحل والعقد نتشاور لصالح بلادنا نعم ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم الله تعالى هو الذي قال وفوق كل ذي علم عليم لا بد أن نتشاور نعم ولا بد أن يخرج الرأي الذي يحفظ علينا أوطاننا بقوة وجرأة وأنا من فوق منبر قناة الرحمة أحيي شيخنا فضلت الشيخ مصطفى العدوي حيث أنه أطلقها من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الشباب بعدم الخروج في مظاهرات هذا هو إسلامنا هون عليك الأمر لا تعبأ به إن الصعاب تهون بالتهوين أمس مضى ليوم يسهل بالرضا وغدا ببطن الغيب شبه جنيني لا لا تيأسن من الزمان وأهله وتقل مقالة قالط وحزيني سنعود للدنيا مطبب جرحها سنعود للدنيا مطبب جرحها سنعود للتكبير والتأذيني مرة ومرة ومليون مرة أحيي شيخنا فضلت الشيخ مصطفى العدوي حيث أنه أطلقها من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء للشباب نداء للشباب أن لا يخرجوا ليفرقوا ويخربوا نادى عليهم من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهم أن الخروج لتمزيق الصف ليس من الإسلام في شيء نعم هذا هو نقاء إسلامنا هذا نقاء ديننا نعم كلنا نتعاون وكلنا نتعاضب والله من طلقت المظاهرات في بلادنا إلا وظهر التخريب وضمحل الاقتصاد وقفت عجلة الإنتاج والذي يدفع السمن الفقير الذي لا يجد من القوت الضروري شيئا والله يتصل بي أناس من العمال والفلاحين لا يجدون فرصة للعمل نعم كيف يجدون فرصة في العمل في جو لا أمن فيه ولا أمان ما تكاد البلاد تستقر إلا وتخرج مظاهرة إلا وتخرج مليونية لا يتركوننا نستقر لا يا مسلمون لا يا شباب ارجعوا إلى العلماء علماء السنة واسمعوا منهم واعلموا أن العالم إذا نصح نصح بتجرد ونصح بعلم ونصح من مشكات الكتاب والسنة نعم يا شباب عودوا إلى مساجدكم عودوا إلى علمائكم نريد أن ينتشر بيننا الحب نعم أقول أكرر نريد أن ينتشر بيننا الحب إن أجمل جمل قرأتها في كتاب ربنا هي قول الله تعالى يحبهم ويحبونه والله لو أحببنا أوطاننا وأحببنا بعضنا لله جل وعلا ما وجدنا تمزقا في الصف أبدا ولكن سنجد ألفة وقوة واعتصاما إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم ويريد الشيخ محمد يقرأنا بصوته الجميل واعتاصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم نعم تعالوا نملأ حياتنا بالسلام تعالوا ننشر السلام والسلام معناه يا مسلمون أن يأمن من المجتمع على النفس والدم والمال إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ينسى في حجة الوداع أن يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه نعم أحباب الكرام إن الحبيب المصطفى لم ينسى أن يقول بالعبارة الواضحة في حجة الوداع كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله فيا شبابنا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا شبابنا تعالوا نتآلف يا شبابنا تعالوا نملأ حياتنا بالسلام وليس معنى السلام أحباب الكرام أن يحمل بعضنا على بعض السلاح إن النبي المصطفى هو الذي قال من حمل علينا السلاح فليس منا بل إن النبي المصطفى فضع أمر الدم صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق بل إن النبي المصطفى نظر إلى الكعبة وقال ما أعظمك وما أعظم شأنك ولكن دم المسلم عند الله تعالى أعظم حرمة منك صلى الله وسلم عليك يا رسول الله تعالوا نتحب في الله فإن أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله فإن أحب بعضنا بعضا والله يا مسلمون محال محال أبدا أبدا أن نجد قطرة دم لمسلم تراق على وجه الأرض أبدا بل إن غير المسلم سيحيى بيننا آمن على دمه وآمن على عرضه وآمن على ماله نعم ولقد قلت في حلقات ماضية إن النبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة من أمن أحدا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا الشيخ محمد عيد مجاهز لنا أبيات جميلة في الحب في الله وتآلوا في القلوب وجمع الكلمة فتعالوا نسمع فضلت الشيخ محمد عيد بصوته الندي أخوك أخوك أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه بلا لغة تصافحه وتدمع حين تلقاه لإن ضاقت به الدنيا لإن ضاقت به الدنيا فصدرك أنت مأواه وتحمل دونه حملا وتحمل دونه حملا وترفع دونه ثقلا إذا كلت ذراعاه وتسدل حوله سترا إذا الشيطان أغواه لإن ضاقت به الدنيا فصدرك أنت مأواه أخوك أخوك وأين سكناه أخوك وأين مسعاه بلا لغة تصافحه وتدمع حين تلقاه لإن ضاقت به الدنيا لإن ضاقت به الدنيا فصدرك أنت مأواه نعم يا أحبابي الكرام المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرق عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرق الله عنه كربة من كربات يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ما دام العبد في عون أخيه هي لنزرع الحب بكلمة طيبة ببسمة حانية بموعظة راقية بانفعالة أو ببصمة كلها الإيجابية يأتي من ورائها الخير لأوطاننا يا أحباب الكرام ولكن أملنا في الله كبير أن يؤلف بين القلوب وأن يجمع الكلمة وأن يوحد الصف وأن يحببنا في بعضنا وأن يؤلف بين قلوبنا ونتآلف جميعا لنبز العنف ونتآلف جميعا لبناء مصر ونتعامل مع بلادنا بإيجابية وإخلاص وتجرد ملتفين بأراء العلماء الثقات الذين فهموا عن الله وفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحباب الكرام كان موضوعنا في هذه اللحظات الغراء بعنوان وطني الغالي إن كنت وثقت في هذه الكلمات وهذه النصائح فمن الله تعالى وحده وإن كان زل مني اللسان والبيان فمني أنا ومن الشيطان أعود بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه ولكن نطلب من الشيخ محمد عيد أنه يختم الحلقة بالدعاء ومنساش يدعي المصر اللهم إنا نحمدك حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الراجين اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجبر كسرنا وانصر ضعفنا اللهم تحمل الحقوق عنا اللهم اجعل حلمنا أسبق لغضبنا اجعل حلمنا أسبق لغضبنا وارزقنا البصيرة يا ذا الجلال والإكرام وبصرنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا وارزق أصحاب البصيرة بصيرة بعيوبهم عن عيوب غيرهم وحببنا في بعضنا واترد الشيطان من بيننا وألف بين قلوبنا ارفع عن مصرنا كل بلاء احق الدماء المصريين احق الدماء المصريين ادر عجلة الانتاج في مصرنا ادم علينا نعمة الأمان لا تحرمنا من نعمة الأمان لا تحرمنا من نعمة الأمان ارفع عن مصرنا يا ربنا كل بلاء اللهم ارفع عنا الهم والغم والغلى والبلى والربى وارفع عنا الفتن والمحن هذا الجلال اللهم حببنا في بعضنا واترد الشيطان من بيننا وألف بين قلوبنا وأدم علينا نعمة الرخاء والاستقرار في بلادنا وانظر إلينا نظرة ترضيك عنا يا ذا الجلال انزل على مصرنا الرحمات انزل على مصرنا البركات استرحمناك فارحمنا استكرمناك فأكرمنا استغفرناك فتب علينا اللهم يا مغيث أغف بلادنا من كل سوء وتدبير اللهم يا مغيث أغفنا من كيد الكائدين وشر الحاقدين اللهم من آذى مصرنا فآذي اللهم من عادى مصرنا فعادي كله يا ذا الجلال والإكرام يا مدبر الأمور دبر أمورنا فإنا لا نحسن التدبير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد رحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون بالرحيط مختوم هم